طلابي الأعزاء أسعد الله أوقاتكم وبعد نحييكم اليوم في هذه المحاضرة في علم النفس العام حيث نتحدث فيه عن نشأة الطور علم النفس أول شيء بنحاول نعرف علم النفس بالمناسبة يا شباب هذا الشرح مطلوب مطلوب التركيز عليه مطلوب متابعته من خلال الفيديو الذي يعرض لكم في الموديل مطلوب التركيز عليه لأنه سيأتي فيه الامتحانات من هذا الشرح تعريف علم النفس له العديد من التعريفات من أهم هذه التعريفات هو الدراسة الأكاديمية والتطبيقية للسلوك والإدراك والآليات المستبطنة لهم حيث يقوم علم النفس عادة بدراسة الإنسان يعني ماذا يدرس علم النفس يدرس الإنسان لكي يمكن تطبيقه على غير الإنسان يعني لتطبيقه أيضا على غير الإنسان مثل الحيوانات أو الأنظمة الذكية كذلك تشير كلمة علم النفس أيضا إلى تطبيق هذه المعارف على مجالات مختلفة من النشاط الإنساني بما فيها مشاكل النفسية والسلوكية والإنسانية الاجتماعية أيضا علم النفس هو الدراسة العلمية للسلوك الإنساني ولتوافق الفرد مع البيئة يعني لتكيف الفرد مع البيئة كذلك علم النفس يعرف بأنه الدراسة العلمية لسلوك الكائنات الحية وخصوصا للإنسان وذلك بهدف التوصل إلى فهم هذا السلوك وتفسيره والتنبؤ به والتحكم فيه يعني هذه أهدافه أهداف علم النفس فهم سلوك الإنسان تفسيره والتنبؤ به والتحكم فيه أيضا يعرف علم النفس بأنه العلم الذي يدرس الإنسان من حيث هو كائن حي يعني يدرسه كائن حي له نشاطاته الداخلية والخارجية الداخلية يعني زي العمليات العقلية التفكير والتذكر والانتباه الخارجي السلوك يعني وما يطرأ عن هذا السلوك يعني مثلا نشرب نأكل وهكذا نسوق سيارة مع مختلف ظواهر حياة الإنسانية وتتمثل في نشاطات الإنفعالية حين يرضى أو يغضب يعني الإنفعال الإنسان يعني عندما ينفعل ممكن يرضى أو ممكن يغضب أو يحب أو يكره وكذلك في أنشطة الإدراكية حينما يحس أو يدرك أو يتعلم أو يفكر ويستنتج وهذه احنا بنسميها العمليات العقلية وللنفس عدة معاني النفس كمان لها عدة معاني ذات الإنسان روح الإنسان قلب الإنسان عقل الإنسان شخصية الإنسان في كل صفاته طيب من أين جاءت يدور علم النفس علماء أو العلماء قالوا أن علم النفس أتى من موضعين هما الفلسفة والفيسيولوجيا وكلمة سايكولوجية أي نفسية تأتي من الكلمة اليونانية سول سول معنها الروح أو إنجو أو سوي وتعني الروح لوجس وتعني دراسة العلم طبعا لاحظوا التطور في دراسة علم النفس في القرن السادس عشر كان معنى علم النفس والعلم الذي يدرس الروح والذي يدرس العقل وذلك للتنييز بين هذا الاصطلاح ودراسة علم الجسد منذ بداية القرن الثامن عشر زاد استعمال هذا الاصطلاح سموه سايكولوجيا وأصبح منتجرا الآن ما هي أو ما هو تاريخ علم النفس وما هي مدارسه أولا تاريخ علم النفس القديم يعني لاحظوا أن العلم لا يأتي بين يوم وليل العلم هو عبارة عن تراكم تراكم المعارف ولاحظوا أنه كل العلوم جاءت من الفلسفة ولذلك يعتبر جذور علم النفس هي جذور الفلسفة وعلم الفيسيولوجيا وعلم الطب ومن الفلاسفة الذين كانت لهم آراء في علم النفس الآن ابني جي إلى الفلاسفة الذين تحدثوا عن علم النفس في القديم الأول واحد كان أفلاطون وأفلاطون يرى أن النفس أو الروح والجسم منفصلان عن بعضهما البعض ورأى تقسيمهما بعد التقائهما لثلاثة أقسام يعني قال إنه قسم النفس إلى ثلاثة الأقسام النفس العاقلة ومركزها الرأس اللي هو فيها العقل والنفس العضوية أو الغضوبة ومركزها القلب التي تغضب والنفس الشهوانية ومركزها البطن لذلك يقال أن لأفلاطون أسطورة سماها أسطورة العربة التي لها جوادان هما النفس الغضوبة والشهوانية لاحظوا الغضوبة والشهوانية ولهما سائق هما العقل يعني العقل بسوق الشهوات وبسوق الغضب الفيلسوف الآخر اللي تحدث عن العلم النفس أيضا اللي هو أرسطو ورأى أرسطو أنه لا يمكن فصل النفس عن الجسد مثل تمثال الرخام فمادة الرخام هي الجسم مثلا والصورة هي النفس وكذلك أيضا النفس أو العقل هي وظيفة الجسم ولا يمكن فصل العضو عن وظيفته يعني أجى ناقض كلام أفلاطون كان أرسطو هو المؤسس الأول لعلم النفس في عهد اليونان الآن تطور العلم جاء الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت وديكارت هذا جاء في القرن السابع عشر وقال أن النفس والجسم منفصلين عن بعضهما كذلك رأى ديكارت أن الفرق بين الإنسان والحيوان هو أن الإنسان يحركه العقل والحيوان تحركه الغرائز وأولى من وجه لدراسة الجهاز العصبي لدراسة السلوك على أساس فيسيولوجي أيضا قال ديكارت بأنه يجب دراسة الشعور بدلا من دراسة العقل وكان ديكارت هو المؤسس الثاني لعلم النفس يعني لو قلنا من هو المؤسس الثاني لعلم النفس حنقول أنه هو ريني ديكارت الفرنسي نأتي الآن إلى نظرية داروين هذه النظرية كان لها الأثر في علم النفس ومضمون هذه النظرية يعني أو يشير إلى تطور الإنسان من كائنات أخرى على أثرها قام علماء النفس بدراسة أثر كل من الوراثة والبيئة في الكائن الحي وكذلك دراسة مراحل نمو الإنسان ودراسة الفروق الفردية بين السلالات يعني لو قلنا لك تحدث عن نظرية داروين نحن نتكلم فيه عن اللي احنا حكينا فيه ابنأت الآن إلى تاريخ ونشأة علم النفس حديثا حسب مدارسي أول شيء المدرسة البنائية حسب ويليام فونت فونت بيقول أنه علم النفس نشأ كعلم تجريبي منفصل عن الفلسفة عندما أنشأ ويليام فونت أول مختبر للعلم النفس في جامعة ليسبرغ بألمانيا كان يحاول تحليل الخبرة الشعورية إلى عناصرها الحسية الأساسية وكان منهجه هو المنهج الاستبطاني المنهج الاستبطاني معناه أن الإنسان يدرس من الداخل أحد تلاميذ ويليام فونت قام بنقل تعليم أستاذي إلى أمريكا وهو اسمه إدوارد تيتشيران كذلك بدأ علماء النفس بدراسة اتجاه المدرسة البنائية وقالوا أنه غير عملي وهذا هو نقد على المدرسة البنائية وأن علم النفس يجب أن يدرس مشكلات الحياة اليومية فتخلوا عن المدرسة البنائية ابني جي الآن إلى ما يعرف بالمنهج الاستبطاني أو التأمل الذاتي الاستبطاني عن الداخل وهو نوع من الملاحظة الذاتية الباطنية برؤية الفرد لنفسه يعني الفرد يرى نفسه وكان لهذا المنهج عيوب وانتقادات لاعتماده فقط على وصف المشاعر الداخلية للفرد ومن هنا ظهرت مناهج أخرى كمان أيضا عندنا المدرسة الوظيفية وهي مدرسة ويليام جيمس ويعتبر ويليام جيمس أشهر رواد المدرسة الوظيفية الفانكشن سكول وقد تأثر بنظرية داروين في التطور والانتخاب الطبيعي فيرى جيمس أن وظيفة التفكير هي إحداث سلوك مفيد أن تفكيري هو أولا وأخيرا ودائما من أجل فعلي يعني أنا أفكر دائما من أجل أن أفعل المدرسة الوظيفية اهتمت بالدور أو الرول بقول عنه والبوزشن الوظيفة الذي تقوم به العمليات العقلية في تكيف الإنسان مع البيئة التي يعيش فيها استمرت المدرسة الوظيفية في استخدام منهج الاستبطان وأضافت منهج الملاحظة يعني أضافوا إلى منهج الاستبطان تكلمنا عنه التأمل الذاتي منهج الملاحظة المدرسة الوظيفية آآ وسعت في علم النفس أدخلت فيه دراسة سلوك الحيوان كما اهتمت بتطبيق علم النفس في عدة مجالات كالتعليم الآن آآ علماء النفس بدأوا يفقدون ثقتهم بمنهج الاستبطان لعدة أسباب يعني لو قلنا سؤال ما هو النقد الموجه لمنهج الاستبطان بنقول واحد لأن مجرد ملاحظة الفرد لخبرته الشعورية يؤدي لتغيير طبيعة الشعور يعني الواحد عندما يحس حاله مراقب بغير سلوكه إن ملاحظين مختلفين يستخدمون عملية الاستبطان لتحليل عملية عقلية مختلفة كثيرا ما يصلون إلى نتائج مختلفة يعني ما في نتائج واحدة في النهاية إن النتائج التي يصل إليها ملاحظ معين لا يمكن للملاحظين الآخرين التحقق منها وهذه من عيوب التي أضيفت إلى منهج الاستبطان كذلك إن طريقة الاستبطان قد حددت كثيرا من مجالات البحث حددت كثيرا من مجالات البحث في علم النفس فلم يكن بالإمكان دراسة الخبرة الشعورية للأطفال والمضطربين عقليا والحيوانات يعني الأطفال بنقدرش نسألهم بنقدرش نعرفهم والمضطربين عقليا والحيوانات ليش؟ لأنه عملية الاستبطان أنت بدك واحد يحكي عن نفسه لكن الطفل لما نيجي يروع الطبيب والطبيب بيسأل وقل له شو بجعك طفل صغير ما بيعرف لذلك بيعتمد على الملاحظة وبيعتمد على التجربة الآن نتكلم عن المدرسة أخرى واسمها المدرسة السلوكية لجون واتسون جون واتسون أنشأ هذه المدرسة في أوائل القرن العشرين طبعا في أمريكيا وكان يرى أنه لكي يصبح علم النفس علما حقيقيا لا بد أن يركز على موضوع يمكن لجميع العلماء ملاحظته ورأى أن هذا الموضوع هو سلوك الكائن الحي ورأى أن تعريف علم النفس بقوله الدراسة العلمية للمنبهات والسلوك الذي تثيره أنكر واتسون وجود استعدادات موروثة يعني أنكر عامل الوراثة وأكد على دور العوامل البيئية في عملية التعلم وتكوين العادات وقال عبارة شهيرة أعطوني 12 طفلا أصحاء سلمية التكوين وسأضمن لكم تدريب أي منهم لأن يصبح أخصائي في أي مجال تختارونه سواء طبيب أو محامي أو فن أو حرامي أو حتى شحاد بصرف النظر عن ميوله ومواهبه بمعنى أنه لا دورة للوراثة هنا ولكن البيئة التي يعيش فيها الفرد هي التي تؤثر على سلوكه يعني الإنسان حسب واتسون يكتسب من البيئة أكثر من الوراثة وعلشان هيك بقولك أنا بقدر أشكل الناس زي ما بدي بدي أخلي واحد طبيب بدي أخلي واحد محامي طبعا بيهتم فيه من خلال ما يسمى بعملية التنشئة أصبح علم النفس قادرا على دراسة سلوك الحيوان والأطفال والمضطربين علميا لأنه تغلبنا على منهج الاستبطان الأولان الذي كان يحد من هذه العملية المدرسة الرابعة واسمها مدرسة الجشطلت وهذه المدرسة هي مدرسة ألمانية وفي نفس الوقت الذي انتشرت فيه المدرسة السلوكية في أمريكيا كان مجموعة من الألمان يقومون بأبحاث حول الإدراك الحسي طبعا من هو رائد هذه المدرسة هو؟ ويرثماير ومن أتباعه كو فوكا وكوهلار أسامي ألمانية المدرسة أو مدرسة الجشطلت أو النموذج بسموه جشطلت معناها النموذج أو المودل عارضت كل من المدرسة السلوكية والبنائية حيث قالت أنه من الخطأ تقسيم العمليات النفسية إلى أجزاء لأن الخبر النفسية في كلتيهما تختلف عن مجموعة الأجزاء التي تتكون منها ورأت المدرسة الجشطلتية أن كثير من صور التنظيم النفسي على خلاف رأي واتسون إنما هي فطرية وليست متعلمة يعني انتقدت أو خالفت مدرسة جون واتسون أو المدرسة السلوكية يعني قالت أنه إشي الفطري مش متعلم مدرسة الجشطلت هذه انتشرت في أوروبا وأمريكيا ولازال تأثيرها واضحا في مجال الإدراك الحسي والتعلم والشخصية